السلام عليكم. حلقة دي نواردة حلقة مميزة. أول حاجة لأنها أول حلقة صورها من دبي. رقمتين لأننا بصورها. أنا ربس الجراكة اللي مكتوب عليه يوتيوب ده. مكتوب على أفاة دودة كتب. تشوفوا صور بطاطة على انستجرام. علشان زي ما انتم عارفين أو مش عارفين قراءة دودة كتب تم اختيارها أو فائزت في مسابقة يوتيوب. يوتيوب يعملها كل سنة لالاربت كونتنت ضمن عشر قنات تانين. هحط لكم لينك بتاعهم في الدسكريبشن علشان تعملوهم فالو او تشوفهم ما بيعملوا ايه. والجهزة بتاعتها هي قضاء خمس تيام تدري بيا في يوتيوب سبيسز في دبي. الفترة اللي فقتت زي ما انتم عارفين أو زي ما انتم مش عارفين مش عارفة. كان فيها سفار كتير. اخيرها كان شرقة لحضور معرض الشرقة. هناك شيء مهم يجب ان تعرفوهم. رقم واحد ان كنت مسافرة في معرض الشرقة شغل. مش كدودة كتب. مسافرة كشغل. حين كده الوقت كان دايق جدا جدا جدا. وما قدرتش اعمل الحاجة اللي كان دايما بيجيري على طلبات اللي هي الفيلوغز. انه حتى لما كنت بصور ما كانش بقى فيه وقت للإدتينج وان انا ارفع الفيديو وعلى ما هيبقى خلصت هيكون المعرض خلص وبالتالي هيكون في لوج ملوش اي 30 لازمة. رقم اتنين ودي المشكلة الغلسة بقى انه مكانش عندي وقت خالص اني اقرأ. زي اللي واقف على باب الجنة ومش عايف يدخلها. زي اللي قاعد عالصفرة في رمضان من العصر والمغرب لسه مقدنتش. شيء في منتهى القصوة والزل والتعسيف. المشكلة فين بقى. المشكلة ان انت بعد فترة انقطاع طويل عن القرية بيحصل لك حاجة اتنين. رقم واحد لو انت شخص محظوظ انت بتيجي تقرأ بعد كده بنفس مفتوحة جدا عايز تعوض الفتك وتعمل بدل التارجت تارجتين وبدل ما كنت هتقرأ بس 3 ا 4 كتب هتلاقي نفسك خلصت 10 كتب. رقم اتنين او الحالة التانية لو انت بكتش محظوظ قوي انت هتدخل في ريدنج سلمب. مش عارف تقرأ ومناكش نفس تقرأ ومفيش اي حاجة عارفة ترجع عك تقرأ. وده اللي حصل لي. المهم بدون الدخول في تفاصيل ولت وعجني كتير. وظلت قاعدة مسكينة مش عارفة اقرأ ايه حتى اليومين الاجازة اللي خدتهم عند اهلي. يومين الاجازة مش عارفة اقرأ فيهم حاجة. حد ما واحدة صاحبتي بعتت لي الله يكريمها يا رب قصة لهاروكي موريكامي اسمها The Wind Cave او كهف الريح. قصة صغيرة قارتها على الموبايل وانا في السرير بالليل بسكرول وبلعب في الموبايل عشان مش عارفة نام كالعادة. لسبب ما لقيتني بفتح Application Storytel وبنزل الرواية الجديدة بتاعت هاروكي اللي هي Killing Commendatory وبعد اسمع اول فصل فيها. في اجواء مركمية للغاية ولو مش عارف ايه الا اجواء المركمية تقدر تنزل في description على طول دلوقتي تشوف حلقة هاروكي موريكامي بتقول ايه وترجع تاني ما تكملش الحلقة كده وانت مش عارف. متعرف على البطل فنان موهوب جدا بيضطروا اكل العيش انه يبقى بيرسم بورترهات للناس. ايه نعم هي بورترهات غالية جدا ونجحة جدا لناس مهمين ولكن في النهاية هي مجرد بورترهات. يعني دفن الموهبته الثمينة اللي مش موجودة عند كل الناس. عنده تروما او مشكلة نفسية كده احنا مش عارفين يعني هي مادة تأثيرها في حياته ايه. ان هو فقد اخته صغيرة اللي اصغر منه بتلات سنين وهم عيال صغيرين. بينفصل عن مراته وظروفه يعني الاجتماعية من يلا بنيلا وينتقل ان هو يعيش لوحده في بيت الفنان الكبير تموهيكو امادة اللي يبقى ابو واحد صاحب. بيت كبير تقليدي للغاية بنسمع فيه المزيكة على استوانات كبيرة في الجرامافون مش بنسمعها على الايبود ولا على سيديز ولا على الكمبيوتر. بنسمع مزيكة تقليدية للغاية ما فيهاش الجاز اللي احنا متعودين عليه في معظم او كل روايات هاروكي اللي فاتت. انتقال البطل من توكيو المدينة السريعة المزعجة اللي عيش في المنطقة النائية دي بيغير له حياته تماما. على الاقل يعني مش هارسون بورتريهات تاني مفروض. بسير الفكرة مش في المكان بس هو بينتقل من المدينة المزعجة للصمت القاتل. بينتقل من الحياة الزوجية المعتمدة على المشاركة يعني انتو عارفين للوحدة القتلة. ومن خلال الهدوء والصمت والوحدة دي بيبدأ البطل يتعرف على نفسه حرفيا حرفيا بيبدأ يسمع افكاره. الرواية بتحاول تجاوب. لا هي الرواية بصراحة مش بتحاول تجاوب. هي الرواية بتتناول فكرة معينة. وانت مفروض تحاول تجاوب بقى عليها انت وتشوف رايك ايه. لكن هي فكرة بيتم تكرارها كزا مرة على لسان كزا حد من ابطال الرواية. والفكرة بتقول انه في حاجات كتير في الحياة مش هيدرك عدم معرفتها. بالعكس انت ممكن يكون جهلك بيها مكسب ليه. طرماني هي مش حاجة متدخلة تماما مع حياتك. ومش هتقصر على القراراتك المصيرية. ففاكس بقى انت عايز تعرفها ليه واجع دماغ على الفاضي. او زي ما صديق البطل وجاره. الشخص الغني جدا الديفنتلي هيفكرك على طول. بجاتسبي العظيم حاجة ماتشيكي. كان بيقوله انا بحب احاوت نفسي بمجموعة من الاحتمالات الغير ثابتة. على اني احاوتها بفكرة واحدة حقيقية ثابتة. جاذبية هاروكي بقى بتكمن في ايه. مش في انه بيكلمك عن حاجة يعني محدش قالها قبل كده فانت تندهش وتقول ايه ده هو ازاي كده. جاذبية هاروكي وعبقريته بتكمن في انه هو بيوريك الحاجات اللي قدامك قدامك اهي قدامك عالترابيزة اهي. وانت مش عارف تشوفها. يعني هو هاروكي بيشرح لك الواضحات. وده شيء لو تعلمون عظيم. مش في اتكلم عن هاروكي من غير ما اتكلم عن مازيكا. طول ما انت بتقرأك كتاب او بتسمعه حتى هتبقى في مازيكا طول الوقت عايز تروح تسرش عليها وتسمعها. يعني انا مثلا عندي كامبهو في يوتيوب باصحى من الساعة سبعة وبروح الساعة تسعة بالليل. وهلكي طول اليوم سيشنز سيشنز سيشنز. ليه اصحى الصبح ادور على اوبرا دونجيوفاني بتاعت موتزرت يعني مع احترامي الموتزرت. غير لو هاروكي بتكلم عليها. في اي ظرف تاني في حياتي عمري ما كنت هعمل كده. لكن انا هاروكي عمال بيتكلم عن الاوبرا دي. وانا بقيت باصحى من النوم الساعة سبعة الصبح بفتح اليوتيوب وباشت مع اوبرا دونجيوفاني الموتزرت. فالحلقة دي تعتبر شكر لهاروكي. شكر لهاروكي انه هو موجود. قدام الله عزه ووقاءه. انه هو قدر يرجعني اقرأ وانا كنت متخيلة ان انا هطول شوية في الريدينج سلامب ده. وشكرا لغادا انها جابتلي كيلين كومنداتوري هارد كوفر قبل ما تنزل مصر. يلحظ دوقتي حتى منزلتش مصر. وثانكيو لاني. علشان خطر هي اللي بعثتلي الستوري بتاعت مراكمي اللي خلاتني انازل كيلين كومنداتوري. وشكرا لستوري تيل انه هو مدوني ممبرشيب لمدة سنة مجانا علشان اسمع الكتب اللي على الابليكيشن. لانه هو كيلين كومنداتوري مكانش موجود غير عندهم. ونحب نشكر ساعي البريد. مفيش ساعي بريد. فاقول لكم ايه بقى. ايروا جماعة هاروكي ايروا هاروكي. ايروا حلوة وحلوة جدا بصراحة. سهلة الانجليش بتاعها مش محتاج تكون خطير في الانجليزي. لو هتسمعها كمان الموضوع مسلي جدا. الراوي بتاعها لطيف جدا جدا جدا. هيبقى صعب ان انت اصلا تصدق بعد كده ان مش دا سوت هاروكي اساسا. وسنوني اسبوع الجاي في حلقة جديدة من دودة الكتب. اقول لي في اليوتيوب انه ما ينفعش اقول للناس ان هم يعملوا سبسكرايب للشانل. بس انا بقول لكم عشان لو في حد بيتفرج وبيحب الشانل. ونسا هيعمل سبسكرايب. يعني بفكروا. يعمل سبسكرايب للشانل. ويشاير الفيديو. وتابعونا على انستجرام علشان بنزل طول وقت حاجات كده وصور وحركات من يوتيوب سبيش على انستجرام. وبس كده.